أما لأن يصل بغداد منتصف الأسبوع المقبل وفد سياسي رفيع المستوى يمثل مكونات ائتلاف القوى الكردستانية للشروع بجولة مباحثات مع زعماء التحالف الوطني للحؤول دون اتساع الهوة السياسية بين الطرفين والتي أحدثتها مسودة قانون النفط والغاز الوفد السياسي لن يضم بصفوفه رئيس حكومة الإقليم برهم صالح ومن المفترض أن يطلع بمهمة إيجاد آليات لتنفيذ الاتفاقات السياسية التي أبرمت قبل تشكيل الحكومة كما سيمهد إلى وصول وفد حكومي للتباحث بحل القضايا الخلافية بين حكومة الإقليم والمركز اجتماع الأحزاب السياسية مع السيد الرئيس الإقليم قرروا أن يكون هناك وفد السياسي يجي للبغداد يتباحث أو يتواصلوا إلى الأطراف السياسية من كل الأطراف السياسية الموجودة في بغداد في العاصمة وبالتأكيد سيساعدوا على تعبيد الطريق أو تسهيل المهام الوفد الرسمي الذي المزمع مجيء إلى بغداد عقب انتهاء مهام الوفد السياسي الذي سيزور بغداد خلال الأيام القليلة القادمة ائتلاف دولة القانون قلل من أهمية الخلاف الحاصل بين ائتلاف القوى الكردستانية والتحالف الوطني مؤكدا أن الطرفين سيلجآن إلى الدستور كمرجع قانوني لحل الخلافات العالغة ومشيرين إلى أن أبرز القضايا التي ستخضع إلى النقاش هي قانون النفط والغاز وآليات تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها إضافة إلى القصف الإيراني والتركي للمناطق الحدودية في أقليم كردستان لدينا مجموعة من القضايا هي قانون النفط والغاز لدينا الاتفاقات التي تم بموجبها تشكيل الحكومة ولدينا الخلافات التي تجري أحيانا في مجلس النواب على بعض التشريعات وغيرها كل هذه الملفات سوف يجري التباحث حولها والتفاهم حولها من جانبه رحب ائتلاف العراقية ببوادر حل الأزمة السياسية بين الطرفين مؤكدين أن الحل سيؤدي إلى تفعيل الاتفاقيات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة وهو الأمر الذي يطالب به ائتلاف العراقية كما دعوا الأطراف السياسية إلى المضي باتجاه تنقية الأجواء السياسية التي أدت إلى توتر أمني كبير بحسب رؤيتهم نقطة العالقة التي أصبحت تشكل خطورة على الجميع هو عدم تحقيق الشراكة الوطنية وتحقيق الاتفاقيات التي تمت هذا بحد ذات يشكل خطر على العملية السياسية وعلى تداعيات الانفراد بالسلطة ومن المنتظر أن يصل أربيل صباح غد الخميس وفد من التحالف الوطني برئاسة إبراهيم الجعفري لالتباحث مع القادة الكرد وإيجاد السبل للخروج من الأزمة السياسية الحالية حسام الحاج الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر